السلام عليكم كيفية وضع الباطرون على التوب هو درس اليوم بعدما نرسم الموضي اللي غادي نخدموه هنا غادي نخدم بالاساس اللي درت لكم الدرس دياله اللول كنقطعوه يعني جميع التفاصيل دياله كنقطعوه ممكن حتى نفرغو البنسة باش كتسهل نرسموها على التوب كنديرو التوب على الجوج يعني الحشية مع الحشية وكنحطو كنزيدو سنطين في القول سنطين حتى الجوج في الكتيف سنطين في تقوير ديال الكمان واحد حتى الكلاتة في الخياطة ديال الجنب الخلف كنحطوه على التوب مسدود كنزيدو سنطين في القول واحد حتى الجوج في الكتيف على حسب شنو زنده في الامام واحد تقوير ديال الكمان واحد الى ثلاثة في الجانب عنات كيفة كنديرو من جوج حتى الستة على حسب الطريقة باش غالي نخدموها كانت بالماكينة كنديرو من ممكن تكون من واحد حتى الربعة بالنسبة لك اليد كتكون من الربعة الاستة فما فوق على حسب كيفاش بغينا تكفيفة اذا كنسليو القطع الكبرى يعني الامام والخلف غنجيو لكم ما كنحطوش بطريقة عشوائية دائما خسنا نحتار مو اتجاه ديال التوب حيث كان هناك توب اللي كيعطي واحد اللمعة في واحد الاتجاه مثلا بالنسبة لطب ديال المبرأ خسنا نحتار مو اتجاه ديالو باش كان نخدموه مزيان وكان نطبقوه المسائل كما يجيب كان دير واحد عبارة ان اسهم باش كان نشوف داك الاتجاه لان امني كان نقطعوه مثلا كيبقى ما كان عارفوش ماذا الاتجاه ديال توب خصوصا ان احنا كان نخدموه على الظهر ديال توب اذا كنحطوه لكم ونراعيو ان الوسط ديال كم يكون موازي الحاشية ديال توب باش كيجين لكم واقف ما كيجيش وكيجين متوازن كنزيدو سنطيم على التقويرات اللي كمام وواحد حتى الثلاثة في الخيطة ديال الجناب وربعة ديال تكفيفة بالنسبة لانايا كنحاولو ما امكان ديرو مثلا نحددو الخط المرفيق باش كم اللي كنخيطوه وخص ديك النقطات جي مع النقطة الاخرى باش كيجي لكم واقف وتكفيفة كنزيدو ربعة ديال تكفيفة هنا كنحددو الرص ديال كم باش كنسهلو الخدمة ديالنا وكنحددو مثلا الامام باش اللي نبغين نخيطو لكم كنجيبو الامام مع الامام والخلف مع الخلف لانا ممكنني كنقطعو الكم مثلا ما كيبقى شبالينا الامام من الخلف وبدل ما كنضيعو الوقت في التقلاب عليه ما كينش نديرو من الاول نحددو الامام والخلف هنا املي كيكون هنا التوب ما عندوش تجاه يعني ممكن استغلو ما بنهات التقويرات هادو يعني كنربحو التوب يعني هنا كنسميو كنقتصدو في التوب ولكن كنراعيو ان هكا يشتو كيكون لنا خط خط المرفق او لا خط اي خط افوقي في الكم يكون عمودي مع الحشي ديال التوب ما نحطوش مثلا هكا شوائيا وكنزيدو الخياطة ديالنا ها بنسبال الاتجاه ديال التوب نسيت ما كنش متلا التوب اللي تيكون فيه متلا شي زواقه متلا ورود وقفه او لا طيور ويمكن احتارمو اتجاه ديال التوب ديال الرشماء هادي عاو تاني طريقة خاطئة اننا نحطو بها الطريقة هادي اللي تيكون عنده بحل الخطوط الأفقية بحل عمودية ما كيكونش مشكل فيه هذاك ممكن نخدمو باي اتجاه لان كلهم كيتجابهم اذا هذا بنسبال الطريقة توب على الجوج هنا غادي نديرو مثال الى كان لنا الامام والخلف مسدودين يعني كيكون الراس كيدخل يعني التقوير ديال الكل كدخل الراس او لا ممكن ديرو افتحه في اللور وين كيكون التوب مسدود ما فيش اسضاف متالا كنديرو هكا كنحددو الوسط ديال التوب وكنجروا القياس اللي غا نحتاجه يعني العرض ديال الباترون اللي عنا وكنزيدو عليه ثلاثة ديال السنتيم اذا بدل ما يبقوا لدينا جوش طرفة طرف صغير في الاسفل و جوش طرفة صغير في الفوق ما كيلو قول اكتشي حاجة زمن اللي هي كاملة اذا بك يقول لدينا الطرف شوية عرض وممكن الى كان شوية عرض ممكن تخرج منه الكم وإلا كتخرج منه البال السجفات القول الجياب السماطة مثلا ديال الكمام يعني كنستغلو داك الوسط في الدروس المقبلة غادي نوريكم كيفاش كنخدمو كيفاش خسنا نعبرو ديال التوب انا باش غنخدمو لكم كنعودون تنية و تنية لولا ديال التوب يعني كتنى لجوج اني حاشي على الحاشية وكننخرجو لكم مع المراعات دائما الاتجاه ديال التوب كيما قلنا وممكن نخرجو مثلا في الجهة اللي التوب فيها المسدود او للجهة اللي فيها التوب محلولي لكن مثلا غنحتاجو هات الجهة دي مثلا في الصمطاء او اللفة او لف الكول لا حسب عشنو غادي نخدمو دا نهاية الدرس نتمنى تكونوا استفتو شكرا للمتابعة و الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله